بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كسرا تفسير رؤية حلم أكل القرع أو اليقطين في المنام أكل اليقطين في المنام بيدل على منفع كبيرة ينالها الرأي أما من رأى أنه يأكل القرع المطبوخ في المنام عاد إليه شيء فقده أو عاد إليه صحاته كما بيدل أكل اليقطين المطبوخ في المنام على المصالحة بعد خصام أما أكل اليقطين المطبوخ في المنام بيدل على حفظ العلم بقدر ما يأكل الرأي منه أو حصوله على المال بقدر ما يأكل من القرع أو اليقطين وقد يدل أكل اليقطين المطبوخ في المنام على عودة مسافر أما أكل اليقطين الني في المنام بيدل على التعب والحزن وقال ابن سيرين أن أكل القرع الني في المنام بيدل على مس الجن والتعب من أمور السحر مرهنا يأكل القرع النية في الحلم وقع فيه خصومة مع شخص ما أما أكل القرع في المنام عبارة عن منفعة من امرأة حسناء إن كان مطبوخ أما أكل اليقطين النية في المنام بيدل على الضيق في المعاش أو المرض أكل الأرع أو اليقطين المطبوخ في الحلم أحسن من أكل الأرع إدني ومنهم من قال إن أكل اليقطين في المنام جميع جيد ويدل على المنفعة والخير أو عودة شيء مفقود وإيجاد ما يبحث عنه الرأي وذلك لأن القرع كان طعام سيدنا يونس عليه السلام لما خرج من بطن الحوت والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته